في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتاء أنواعها لا سيما في شطرها المتعلقة بالهجرة الغلشارية عن طريق البحر علاجة بحر هذا الأسبوع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيمو شنت عدة قضايا متعلقة بتهريب المهاجرين على إذرها تم توقيف 17 منظم من بينهم ثلاث نساء وقصر تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 16 إلى 50 سنة أسفلت العملية عن حجز أربع قوارب صلبة زورقين مطاطيين خمس محركات من مختلف الأنواع والقوة 24 صفيحة بنزين إجمال السياع يقدر بـ 560 لتر سبع سترات النجدة ثلاث بوصالات واحد مضخة هوائية مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 2582 أورو مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 1500 دينار جزائري 52 هاتف نقال واحد سيارة سياحية نوع شانيج 2 أسلحة بيضاء الموقوفين السالفين الذكر وجهت لهم جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة والقيام بتدابير الخروج من التراب الوطني جنحة مغادرة التراب الوطني عبر منافذ ومراكز غير مراكز العبور جنحة الإقامة والتنقل بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية جنحة الدخول إلى الترابل والجزائري دون استفاة الإجراءات القانونية جنحة تعريض قاصر للخطر